سلام عليكم يسعد لمساكن جميعا سبايدر مان مايرز موراليس على البلاي ستيشن 5 مختلفة اختلاف مش طبيعي يا جماعة انا كنت متوقع شوي التحسيناتك من هون ومن هون بس لأ بتحسة نسخة فعلا مبنية للبلاي ستيشن 5 فمشان هيك قررت اني جرب اللعبة معكم بالفيديو هذا ونستكشف كل خصائص البلاي ستيشن 5 اللي قدرت اللعبة تستغلة ما رح يكون فيو حرق رح تكون كلها مهام جانبية فلا تخافوا ولا تشيلوا هم من هالناحية ويلا نبدأ بس قبل ما نبدأ حابب احكي لكم على موقف صار معي بخصوص اللعبة متل ما بتعرفوا يا جماعة انو اللعبة اصدارة العالمة بـ 12 نوفمبر والمحلة عنا يعني بالـ 19 نوفمبر طبعا انا عملتلة طلب مسبق مشان البلاي ستيشن 5 وانو بدي اخدها بنسخة شريط وهالشغلات هاي بس ما بعرف لما نزلت بـ 12 نوفمبر اتحرقصت وتحمستلة فجأة وصرت بس بدي العبها وماني طايق استنى للـ 19 نوفمبر وبنفس الوقت يعني الحس الاقتصادي تبعي صار يقول لي اخي خسارة تروح تشتريه يعني ما بدي اشتري نسختين مو لها الدرجة يعني too much فشو كان الحل بالنسبة الي الحل كان جدا بسيط بصراحة واللي هي اني اخد بطاقة 50$ ستور امريكي من خلال برنامج مكسب بالخدمة برو فهيك اخدت الخمسين فعالتها بالستور وشتريت اللعبة بدون ما اتكلف اي مبلغ اضافي وبصراحة لاني كتير استفدت من هالموضوع فحبيت اني شارككن يا عسري مكسب هو عبارة عن برنامج بيأدمولك يا الخدمة برو بموقعن لحتى تقدر تجمع من خلاله نقاط وتستبدلها بمتجر الهدايا اللي موجود عندن داخل الخدمة بمجرد ما تفتح حسابك بالخدمة برو وتخلص اول عملية شرائية رح تاخد 30 نقطة واي عملية شرائية رح تاخد عليها نقاط اذا شاركت رابط مكسب مع رفقاتك وضغطوا عليه وفاتوا اشتروا رح تاخد ايضا انت نقاط كل النقاط هاي رح تنحفظ لك بمكان واحد ببرنامج مكسب فعلى سبيل المثال انت عندك 500 نقطة فينك تستبدلها مثلا ببطاقة ستور بلاي ستيشن بطاقة ستور اكس باكس او ايتونز او اي شي موجود بمتجر الهدايا تابعن فكرة كتير ممتازة ومكسب حقيقي اسم على مسم انا هيك شتريت مايلز موراليس اخدت 50 دولار ستور تخيلو بدون ما ادفع فيي اي مبلغ لانه عندي نقاط بمكسب تبع الخدمة برو الخاصية هاي اسطورية بصراحة واحدة من الاشياء اللي بتحببني انيكون دائما عميل عند الخدمة برو انه كل ما اشتريت من عندهم اكتر رح تضيف نقاط لعندي بحيس انه وقت الطفرة معلم ووقت الازمة المالية ووقت الراتبة بيتأخر بلاقي مكسب عم يستناني والنقاط فينا استبدلها باي شي بديها فشيكوا عليه رح تلاقوا الروابط كله بالوصف وبالمناسبة ترى حبايبنا بالخدمة برو عاملين تخفيضات كتيري بمناسبة اللي هو الجمعة السوداء اليوم وبكرة ان شاء الله في كتير منتجات مخفضة ومنها بطاقات البلاي ستيشن والإكس باكس فلا تفوتوهم تخفيضات كتير كتير ممتازة طبعا يا جماعة الفرق بين نسخة البلاي ستيشن 4 وال5 بتلاحظها من اول وبشغل اللعبي شايفين الفرو هذا اللي لابسوا مايلز معلم على البلاي ستيشن 4 بكسل ما بتعرف هذا شو أصلا اللي حطوا هوني بتحسوا معلم كانوا مع كورونا لا هون هون بتحسوا فرو فرو يعني فهي واحدة من الأشياء اللي اللي فينك تلاحظها من جرد ما تشغل اللعب ننتقل في عالي يا أخي الإحساس هذا يعني على قد ما بكرروا على قد ما كرمتوا باللعبي لحد الآن إحساسه حلو أوكي هلا أول شغلي في لاحظت أنا يعني لما بلجت إلعاب إنه لما بتتنقل بعالم سبايدر مان هون أو بقدرات سبايدر مان رح تلاحظوا إنه عندما تضغط على R2 رح تقاومك شوي إنه يعني عم تعطيك شو عم تعطيك إحساس بالشو اسمه إذا ضغط R2-L2 مع بعض اللي هي هاي الحركة اللي هيك اتنين آتون بيعطوك نفس المقاومة تقريبا نفس درجة مقاومة لأنك أنت عساسي عم تعمله بالإيتين فحركة حلوة بصراحة خليم فرجيكم يا جماعة قديش الريت ريسنج دقيق شايفين هاتول ثلاث أشخاص هذا وهذا وهذا شوفوا شتون معكوسين هون بشكل يعني شتون بدي أقول لك يعني بأدق شكل ممكن حتى اللوحة هاي اللي جنبهم هاي الـP هاي الباركينج شايفين كيف معكوسي بشكل مش طبيعي يعني الريت ريسنج هون نيكست لفل سخي نجرب مثلا شي يكون أقوى شوي شوف مثلا هون آآ لا هادة مش مش ظهر بالداخر وعلى المكان تاني هون هون توقع هون يمشي الحال أكتر أيوه شوفو شوفو مايلز بتحسو شلون واقعي لما عم ينتقل الشادو اللي تحتو هادة بتحسو واقعي يعني كل كل التصرفات اللي عم يعملها مايلز عم تنعكس على الأزاز اللي قدامه هادة الريت ريسنج في أبها حلة يعني عكس لما جربتها بواتش دوغز ليجين قعد تدور على الريت ريسنج دواره شوفو شلون هلأ كل المباني المعكوسي وراي إذا تطلعت بتلاقوا نفس المباني بالضبط أكي على البلايستيشن فور رح تلاقي يعني عكاسات بس ما رح تكون بنفس الدقة هاي يعني ما رح تكون دقيقة رح تحس لما تطلع وراك هيك رح تكتشف أنه أوكي هذا مو نفسه اللي منعكس هون هاي واحدة من مزايا الريت ريسنج أوكي هاي اللقطة أتوقع أفضل اللقطة ممكن نطلع فيه شوفوا انعكاس مايلز شلون على الأزاز شوفو شلون حركته عم تنعكس بشكل ممتاز شوفو كل المواضيع اللي بتخص الانعكاسات لكل مبنى هذا بالكامل بالكامل انعكاس مسئلتني عن انكاسات هاي يا جماعة يعني أحلى بكتير من اللي أنا توقعته ليكوا 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 شلون المبنى بالكامل منعكس بتحسها عم تزيد الواقعية ليكوا حتى الشادو اللي موجود هون هذا هذا الشادو شايفينه منعكس هون واو صراحة الريت ريسنج يعني عشرة على عشرة خلينا نجرب طفل ريت ريسنج أوكي ونجرب نعمل حركة تانية شوفو هاي بالفوتو مود مشان تكون أوضح شوفو الانعكاس المبنى انعكاس يعني شغل شغل يعني شغل محترم جدا 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 لا لا بدون مبالغة هذا أفضل ريت ريسنج على الكونسل يعني إذا بدك تاخد أفضل تجربة ريت ريسنج حاليا على الكونسل سبايدر مان وانز موراليس في عنا بيرفورمانس وفي عنا فداليتي طبعا أنا اللي مفعله أنا كان الفداليتي اللي هو بيعطيك 30 fps ومتل ما كون شايفين مكتوب ريت ريسنج enhanced lighting وadditional vfx يعني بيعطيك حتى مؤثرات بصري إضافية لكن أنا ما بدل فداليتي بدي البرفورمانس بدي يعطينا 60 fps صافي الـ 4K بس lower resolution خلي نجربها مع بعض إذا قلنا هيك بعدين طلعنا apply خلي نشوف شو رح يصير او ماي جوال او ماي جوال لا 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 فالله يا جماعة سلاسة الستين فريم انا غيرت رأيي غيرت رأيي عرفت بلمح البصر غيرت رأيي خلص الله يخرب بيت الريت ريسنج اذا بدي يحربني من هالسلاسي أوو بوي لا 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 مش طبيعي السلاسي معليم خليل انعكاسات الكم معليم انا بدي ستين فريم انا يعني هاي اتوقع هاي اكتر شي انا افتقدته من تجربة سبايدر مان على الـ على الـ PS4 خلي نشوف الريت ريسنج خلي نشوف الانعكاسات شوفوا اول شغلي من لاحظة سبايدر مان ما نو منعكس ابدا او منعكس بس بيرلي فينك تلاحظه تمام وشوفو الانعكاس الوران شلون مغبش تغبيش ماشي ليكوا بالمرة ما في انعكاس لمايلز هون شوفت قبل شوي الصورة نفسها كان منعكس بشكل ممتاد حتى لي كل المباني شلون منعكسي منعكسي غلط اصلا اصلا هذا المبنى ما نفسه هذا صح؟ مختلف يعني هون اقصر هون ليكوا ما اطولوا تمام حتى اذا رحت للجه هيديك مثلا شوفو هون لو بتطلع وراك بتلاحظ انو الانعكاس مانو دقيق الانعكاس بتحسوا هيكي بتحسوا وهمة هون هيكي راسمينة رسم يعني بتحس راسمين الشباك مانو هاده نفسه عم ينعكس هون بالكامل لا بتحسوا هون راسمين شغلي عالشباك مشان توهمك بانو هاده انعكاس فهاي ميست الريت ريسنج اللي شوفناها سوى الان اتوقع عملتلكم انا هلا معلم تكنيكل شو داون هلا مشان تعرفوا شو الفرق بين الانعكاسات الريت ريسنج والانعكاسات العادية امانة انا هلا تعلمتها معكم بصراحة يعني متل ما حكينا انعكاسات الريت ريسنج بتكون واقعية اكتر الانعكاس بيكون واقعية اكتر الانعكاس بتحسوا وهمة بتحسوا مرسوم رسم تحسوا شادو كذبة عكس الريت ريسنج متل ما شفناها قبل شوي كانت افضل بس طبعا الشي الوحيد اللي ما بيحتاج تقني انو يحكي عليه هو سلاسة اللعب بالستين فريم طبعا سلاسة اللعب بالستين فريم مش طبيعية مش طبيعية انا ما نمسدق انو اللعبي بها السلاسة شد لبساك نيويورك معلم مع الستين فريم حاجة جميلة اوي وين هاي المهمة تبعو خير روح خلصوا اياها على السريح هو سيارته هذا او ماي جاود طبعا الكنترولر تمنيت انو يكونوا مستخدمين احسن من هيك يعني انا عندي احساس انو كان بيقدروا يستخدموه اكتر من ناحية الادابتف تريجرز او حتى من ناحية الارتجاجات جدا اوووووووووووة هذا место تبدو ان يكون مdırض النظر أميلاً، تفزعار هو السفر عندما انقاء المئد الأسفر المملك؟ ماذا يشفر الضويلة! أنا لا أريد أن تفحرها كيفية عددخه! يجب أن تساعد عن حياة، هل تصاعد أن تشحريني من مرة تحرق! يجب أن يقوم بالكفل على الطاقة! يجب أن يقوم بالكفل! اي ضربة برق عم تصير عم يتفاعل مع الكنترولر اكتر من غيره دير بجرب هلأ ضربة برق تاني لو عملت هيك بعدين هيك اومايجال لا لا واضحة في 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 تفاعل واضح صراحة واحدة تاني خينجربه هون مسلا رح حمسك الإيدة اوه لا 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 اكتر شغلي عم يتفاعل مع الكنترولر الرجاج هي ال لاحظة شوي دير هون 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 تعال ايوه طبعا ما بدي استخدم بقية الحركات مشان ما احرق عليكن فعن بستخدم حركة واحدة رح حاول كن محدود بالحركات مشان اذا ما حدي لعبه ما تنحرق عليه يعني اوه بوي من ناحية القتالات ترى ما في كتير فرق ما عم لاحظ فرق بالكنترولر بس الفرق الاعظم هو من ناحية لما بتعمل هيك نظامي نظامي بتحس فيها ايزيلي بتحس فيها يعني انا هلأ بتحسها عم ترجع الطرف اليمينة شوي هيكي باسلوب يعني باسلوب مختلف عن الارتجاج العادي تعالوا له ايوه بتحس الايد انا ما بعرف كيف بدي اوصلكم ياها بالكلام صعب انك توصل احساس الايد بالكلام بس بتحس الايد عم تصير كأنه في ار عرفت عم تصير كأنه عم تعطيك virtual reality ولا augmented reality بس بتحس انو الايد بلشت تتغير مسكتها معنى هي المسكة نفسها بس تتغير بطريقة معينة اه 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 نامت تم طلب من الطلب لن يستطيع muffler لأ طلب من تداري كأنه عم يعطينا لايك على اليوتيوب بارفت فلا تنسوا انتو كمان تعطوني ال لايك على الفيديو تشتركوا بالقناة ازا ما كنتم مشتركيين تفعلوا الجرس توقعون انو احنا اختبرنا مع بعض كل الاشياء اللي بتحتاج اختبار صح يعني اختبرنا الكنترولر والمزايا تبعه اختبرنا ال60 فريم اختبرنا الريترائسنج باقي بس هلا ارجع على المود الريترائسنج هل اختلفت التفاصيل ولا لا خلنلقى نظرة على هذا المكان عموما مشان نحفظه يعني قبل ما نبدل اه لا لا احسن احسن اي بس ما اصعبه ما اصعب التلاتين احس عم اتقطع اللعب يا جماعة يا اخي صرت من جماعة 60 فريم انا من التوكسك تبعين الوي سي هلا هو بتعرفوا شو 60 فريم خلالي الحركي الطف فانا عرفت اللي حتى اللي مظهر اللعب صرت تحسوا احلى بس 60 فريم لا لا بس فعمل مظهر اللعب على هذا المود احسن بس كم اون والله ما عد اتقبلها ب 30 فريم لا لا خلاص خلاص رجعني على 60 بوص ايدك معليم هات يا عم 60 فريم لو بدرت حطل ايها على 2 اي تبي اوه ياه ليكم انظفة عيوني مرتاحة قبل شوية عيوني حسيت انكسرت معليم لما رجعتها 30 فريم عموما يا جماعة بتوقع هاي كانت التجربة بتجربة بسيطة حبيت اني شارككن اياها بفيديو كامل لحتى نشوف مع بعض قوة البلاي ستيشن لانه نزلت كتير عن قوة الاكس بوكس بس ما نزلت شي يعني البلاي ستيشن هاي واحدة من الالعاب اللي بتستعرض قوة البلاي ستيشن بشكل ممتاز قبل ما نسكر قبل ما نسكر بدي اعمل فاس ترافل لحتى نتأكد مع بعض شوفوا يا اخوان ها واحد اتنين ثلاثي بوم ثلاث سواني فاس ترافل خطيك العافي، يسعد للمسان لا تسألوا ليش عملت هي؟ طيب يا جماعة، أتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو إذا عجبكم لا تنسوني من اللايك واشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين شايكوا على الخدمة برو يا جماعة، عندهم تغفيضات كتير ممتازة وبشكل عام أسعارهم حلوة يعني حتى بدون التغفيضات أسعارهم الممتازة إذا حابين تدعموني، إذا حابين تدعمون هنا الرعاء الرسميين لقناتي خلال هالفترة خطيكم ألف عافي على المتابعة خذونا نسكر يا جماعة واستمتع لحالي بالستين فريم، يلا نشوفكم على الخير و باي باي أوه في جريمي، خلينا نروح معلّم يور فرندلي نيبرهود عبدالله ريفيوز